مونزور اخواتي. سلام ونعمة الرب يسوع بقلوبكن. اليوم حبت هيك نحكي شوى عن نتعمل شوى بموضوع السرع بين الروح والجسد يعني كل انسان ما من بعيشه. منصال الرب يكلمنا فيه ويوضح لنا امور ويلمس علبنا بكلمته. رح نبلج اول شي هيدا التأمر رح يكون مقلف من اربعة عصام. اول قسم هو شو الانسان? مين هو الانسان? وشو الهدف من الخلقه. تاني قسم رح يكون رح نحكي فيها برسالة بولس الاهل غلاطية. بالاسحاح الخمسة من الاية ستة عشر ستة وعشرين. تالت قسم رح نحكي فيه عن نصائح شوية نصائح وصوية امور لكيف دايما نسلك حياة روحية منتصرة ونكون دايما عن نسلك بالروح. الرابع شغل هي كلمة الجاعة من الرب يسوع على كل الانسان فينه. اول شي رح نبلش بالبداية اللي هو الرب نعرف انه خلق كل الارد النور لارد كل الامور وبدأ اليوم السادس خلق الانسان. ما كنا بنعرف انه خلق الانسان على صورته ومثاله. اذا بتحبه ترجع اكيد للتكوين حلو انه نعرفه كل الامور. يعني لانه يعني كل الكتاب محبه من الروح الكدوس يعني انفع للتعليم والتوبيخ وبحيجة لقاله بكل امور حياتنا. يعني مكونة من نسلك افضل بطريقة افضل وللعمان. اه لكن انا بنرجع اول شي راب خلقنا على صورته ومثاله. اوكي? وعلى صورة الله خلقنا معاك بقول. وهيدا الشي نحن نتميز فيه. نتميز فيه عن باقي كائنة. العرض كيف? لحكينا رح نبلش اول شي انه الانسان بيتعلم في النفس جسد وروح. اكيد كلنا بنعرف هيدا شي. الجسد هو الهيكل الخارجي. النفس اللي برب قلنا انه نفس الانسان بدمه. لكن النفس هي اللي بتربط كل شيء مادي بالمادي. يلي هي بتربط الروح. بتربط الروح بالجسد. يعني هي الرباط لبالتنا. ويلي منتميز فيه عن كل الكائنات هي الروح يلي فينا يلي هي الروح العاقل. اوكي? اه رح نحكي شو كيف راب خلقنا على صورته ومثاله بشو? رح نحكي شو هون عن الروح بشكل سريع وموضوع كتير طويل. بس نقطع عليها هيك شو بشكل سريع نحكي الامور الاساسية. الروح هي مصدر علاقة الانسان بالرب الاله. محبة الانسان للرب. والاشتياق لو وصله به. نحن نعرف انه نتواصل مع الرب الاله بالروح يلي فينا. لانه الرب هو روح وينبغي علينا ان نعبده بالروح والحق. اوكي رح نشوف على صورته ومثاله للرب شو? اول شي على صورته ومثاله بالبر والقداسة الرب خلقنا ابرار وقدسينا على صورته. كنا من مسجد اسمه. ولكن هيدا الخطيئة اللي هي نتجت من خلال شهوة الانسان بالمعرفة. وعصيانه لك كرمت الرب فاتت الخطيئة اللي هي دخيلة على حياة الانسان. وشوهت له هيدا صورة البر والقداسة اللي كنا عايشين فيها. صلى من شوف كيف الرب رجع رد على هيدا الصورة. وشو المخطط يلي اللي عامله. التاني شغلة الرب خلقنا على صورته بالمعرفة. لكنا نحن متميز بالعقل وبالنطق. تالت شغلة الرب خلقنا على صورته مثاله بالحرية. الرب خلقنا كاملين بالحرية والارادة. يعني ما بده مكانات ما بده آآ ما بده عبيد كان. كان بده ابناء احرار بيعبدوه بالروح والحاق. نكون عم نجد لالو. آآ عم نعبدوا بسالكين حسب كلمته. ومن مجد لمجد. آآ رابع شغلة خلقنا الرب آآ على صورته بالسلطة. الرب قالنا انه اسمر وكسره واخضعه كل الكائنات وتسلطه على سمك البحر. لكنا عاتينا هيدا السلطان. يعني نحنا نكون ملوك على هيدا الارض. آآ خام الشغلة على صورته في الكمال. لك. اكيد الرب هو آآ لا محدود. ونحنا محدودين. بس الرب عاتينا الرغبة في الكمال. يعني كيف اننا نتقدم. ونتطور بحياتنا. عاتينا الطموح. عاتينا الاشتياك لللا محدود. للروحيات. الانتداد الى قدام محبة المساليات الاخ. لكنا الرب متل ما بنعرف خلقنا لكنا لأعمال صالحة. خلقنا صالحين وللمسجد. اسمه لأمور كتير حلوة. خلقنا. ولهدف كتير حلو يعني. آآ ومنشوف بقفزو اتنان عشرة بأكد عيدا شي باننا لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيحي اسوع لأعمال صالحة. قد سبق الله فأعدها لنسلوك فيها. آآ بس وسط آآ البسط العالم اللي نحن عايشين فيه. بالوقت ما دخلت الخطيئة على حياة هيدا الانسان صار الانسان عم بيركز اكتر على جسده. وعلى الامور الجسدية كيف يعني. يعني نحنا فيما نشوف هلأ كيف ما كل العالم عايش. كيف كنا عايشين آآ آآ مبارنا بالجسد يعني بنهتم كيف بدنا نطور هيدا الجسد متطلباته احتياجاته. كيف بدو يبين كيف بدنا نربيه كذا كذا. وببسط كل هيدا الامور نحنا مننصى يلا هو الهدف الاصمة لخلق الرب لالو. مننصى هيدا الروح يلا هي صلة الوصل بينه وبينه. وبالتالي نحنا بس نقطع عن مصدر الحياة نحنا منصير شبه ميتين. منصير كأنه سالكين او كب الجسد بس نحنا نقطعنا عن مصدر الحياة. لانه نحنا نعرف انه جسد فينا رايحة وطراب. والروح هي خالدة وراح تروح لمكان معين. فلازم انه نكون عم نشتغل علي وعم عم نسعى انه نسلك حسب مره هو بده. انا منشوف هون بغلاطية خمسة تلتاعش بانا فانكم انما دعيتوا من الحرية ايها الاخوة. لكن لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. بل بالمحبة اخدوا مبعدكم بعضا. لكن كل الموضوع وكل القصص بتجي بتصب على حريتنا وعلى ارادتنا. نحنا كيف منوجه هيدا الحرية بهيدا الارادة. نحو الامور الجسدية ولا نحو الامور الرحانية. فازن هون بدنا نشوف نحنا هيدا الحرية كيف بدنا هنبلش نشتغل عليها بالاتجاه الصحيح وبالطريقة الصحيحة. هيدا كان شو بطريقة ملحة سريعة يعني عن الروح والجسد بطريقة سريعة. هل حنفوت شو بالموضوع اللي هو بغلاطية اصحاح خمسة اي ستااش ستا وعشر. ما ببلش اول شي بقلنا رسول بولوس بقلنا باقوله لكم اصدقوا في الروح ولا تشبعوا شهوة الجسد. لكن هون اكيد نحنا بنعرف انه رسول بولوس عم بخاطب كل مؤمن هو حصل على هبة الروح القدس بالايمان بالرب يسوع نحنا بتلوهم بنعرف هو ولد الولادة الثانية من الروح القدس هلا بنفسر كيف نحنا بصير معنا هيدا شي. وهيدا الاي بتوضح لنا انه ممكن نحنا نكون حصلين على الروح القدس ولكن لسنا ساركين في الروح. من هاك هوني عم بقلهم لهم كنا عم بوجه الكلام لعالم كنا وحصلين على الروح القدس بس منهم ساركين بالروح. بقلهم نسلكوا في الروح ولا تشبعوا شهوة الجسد. اوكي لكن اول موضوع لازم نحنا نسلك بالروح. هاك عم بقلنا. نوصل للا اي التانية اللي هي اي 17 بقلنا فما يشتهيه الجسد يناقض الروح وما يشتهيه الروح يناقض الجسد وكل منهما يقاوم الاخر للا تعملوا ما تريدون. لكان هون بنقدر رفوف شواء انه رح يصير في صراع. رح يصير في صراع بين الجسد والروح. الامور اللي بتطلبها الجسد والامور اللي بيطلبها الروح. لاش هيدا الصراع من شو ناتج؟ هيدا الصراع ناتج من الطبيعة الجديدة اللي نحنا حصرنا عليها. يلي هي الروح القدس اللي هو الاله الساكن فينا. صلنا على طبيعة جديدة. على روح جديدة. نولدنا ولادة جديدة بالروح الكدس لكينا صار عنا ولادة جديدة يلي هي بالروح يلي ولدت من جديد بس بعد فينا هيدا الطبيعة القديمة يلي هي جسدنا اوكي وهيدا الجسد رح يضله رح يضل هيدا الصراع لحين ما هيدا نحنا نخلص من هيدا الجسد ونلبس الأشساد النورانية يلي بمجيء رب التاني هيدا موضوع تاني اكيد لكن هيدا الصراع رح يكفي معنا كل ايام حياتنا لأنه مثل ما قلنا هو اختلاف بين هيدا الطبيعتان يلي به هيدا الانسان يلي هو الانسان القديم والانسان الجديد اوكي لأنه هيدا الروح يلي فينا دايما رح يبكتنا يعني دايما رح يضولنا عامور رح يقلنا لا ما تعمله هوني هاكي بس جسدنا حابب يعمل هاكي بس الروح يلي فينا لا هيدا شي ما بوافق الرب هيدا شي كذا بصير يضولنا عامور ويبكتنا عامور لأنه مثل ما بنعرف دائما الجسد يشتهي ضد الروح لأنه الروح لأنه الجسد ماد بحب كل هو تراب بحب كل شي بالعالم. متعلق بكل شي بالعالم. عما الروح وهو يسلك للأمور المقدسة والسماوية. يعني روح الرب صار فينا سارك فينا. آآ صرنا هياكل للروح القدس. لانا هياكل للرب. نوصل هنا إلى الآية 18 بتقول فإذا كان الروح الروح يقودكم فما أنتم في حكم الشريعة. أوكي؟ لاش هنا؟ لاش عم بقلنا إذا كان الروح يقودكم فما أنتم في حكم الشريعة؟ شو منفع من هالموضوع؟ لأنه إذا كنا نحنا فعلا ساركين بالروح القدس. فعلا ساركين بالروح. لكنا نحنا عم منتمن مشيقة الرب بحياتنا. لأن روح الرب هو عم بيكون ممشينا حسب قصد الرب لحياتنا. لكنا نحنا عم نكون عم نتقدم عم نرتفع عم نرتقي بكل الأمور يلي بحياتنا نحو الأفضل ونحو هدف الرب بحياتنا أكيد. لكنا إذا كنا عم ننقاد بالروح سوف تلقائيا نخدأ أعمال الجسد. وبالتالي لنا نعود في حكم الشريعة. كيف؟ كيف يعني ما نعود بحكم الشريعة؟ لأن الجسد يخضع لحكم الشريعة له. إذا الشريعة قد وضعت يعني الرب وضع الشريعة للإنسان القديم لكي يتمم البر من خلاله. من خلال هذه الأعمال. ولكن الإنسان مثل ما نعرف فشل. فشل بأنه يعمل النموس وأنه يتمم وأنه يتمم البر من خلال هيدا الأعمال. لهذا السبب كنا نحنا بحاجة لشخص هو يتمم كل هيدا العمل. يتمم هيدا النموس بالكامل. ونحنا نصير أبرار من خلاله. من خلال العمل يلي هو يعمله. كده هيدا مش فضل اللي قالنا هيدا بفضل محبة الرب الفائقة لأنه الرب كان فيه يعني من مراحم الرب أننا لم نفنا كان فيه فنينة منبطل موجودين بس الرب هلقد بحبنا. قعد خطة لنرجع يرجع لنا الصورة الأساسية لنرجع ناخد المجد يلي نحنا فقدناه يعني صار فيه تبادل بالطبيعة. أخذ طبيعتنا أوكي ليعطينا طبيعته. يلي هو لما تجسد أخيضه هو أخذ طبيعتنا وأعطانا طبيعته يلي هي اللي هي بالروح القدس يلي فينا. لكن هون يليش كيف منفهم هيدا الموضوع بالإيمان لأنه نحن بعض خطاط وعاجزين على التتميم البر. ليش نحن بحاجة للبر؟ هونو منقف شوية علي. مش لأنه الرب ولا ما بحبنا ولا ما بيقدر أنه يتقبل خاطئين يكونوا معه لا. لأنه الرب هو قدوس. قدوس وبطبيعته القدوس ما بيقدر يكون معه إلا الأبرار. إلا الأبرار والقدسين. لكنه نحن بحاجة لبر كامل وتام. وهيدا الشيء ما رح يصير إلا من خلال الرب يسوع المسيح. ما رح نقدر نتبرر إلا من خلاله. من خلال هيدا العمل يلي يلي أمله والخطة يلي أقضى الرب لحياتنا. لكن من خلال فداء الرب دفع الرب ثمن خطيانا لكي نتبرر نحن بنعمته وبهيبته المجانية بالإيمان به. نشوف هون كيف باتنان كورانتوس خمسة واحدة وعشرين لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ومن بعد ما نحن نقبل هيدا الشيء بالإيمان بقلنا بيحنى واحد اتناش وعما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. ما كان نحن هون بطلنا مخلوقات عيدية صرنا بس قبلنا الرب يسوع نحن صرنا أبناء للرب صرنا أبناء. كيف أبناء بغلاطة 4-6 بقلنا ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخون يا أب الأب. نحن منهارف من خلال هيدا الروح القدس اللي انسكب فينا نحن صرنا منقدر نعيد للرب بي. صار هو بي لقلنا بالروح القدس صرنا أبناء صرنا وارسين مع المسيح. وهيدا هو أصلا هدف الرب من الأساس بخلقه للإنسان أنه يكون فيه علاقة بي وابن. يكون فيه علاقة هيدا الهداية المحب والصالح. نرجع لأياتنا لكن إذا عندما ننقاد بالروح الله يكون الجسد خاضع لهذه الروح. وبالتالي لم نعد تحت حكم الشريعة لأن الذي بررنا ساكن فينا وهو أتمم حكم الشريعة. لكننا سنكون صرنا فوق الشريعة لأنه نعملها بالروح. نحنا عم نسلك فيها بالروح. نحن نبقى هنا. وإذا بدنا نفق إذياء اللي أحب بيفهم أكتر هيدا موضوع فينا نقرأ رسالة بولوس إلى أها الرومية لصحاح 7 من أي 14 إلى 25 بيتكلم أكتر عن الصراع الإنسان بينه وبالنفسة. وكتير حلو نقرأ رسالة رومية وكل الكتاب أكيد. رسالة رومية بتحكي عن التبرير بالإيمان كيف منتبرر من خلال عمل الربية اللي عمله كرمالنا نصل هون بالأي 19 بإنه وَأَمَّا أَعْمَالِ الْجَسَدِ فَهِيَا زَاهِرَةٌ الزنا والدعارة والفجور وعبادة الأوسان والسحر والعداوة والشكاق والغيرة والغضب والدس والخصام والتحذب والحسد والسكر والعربة ده وما أشبه يعني كل أمور بتشبه هيدا الأعمال هي أعمال الجسد وبإن فيها وأنبهكم الآن كما نبهتكم من قبل أن الذين يعملون هذه الأعمال لا يريثون ملكوت السماوات ملكوت الله لكن الرب وضح لنا وضوّلنا وقالنا لكن من كفهون الأمور واضحة يعني أمور الجسد من كفه بإيه 22 بإنه أما ثمر الروح فهو المحبة الفرح السلام الصبر اللطف الصلاح الأمانة الوداع والعفاف وما من شريعة قنع عن هذه الأشياء لكان ثمر الروح لازم كل إنسان يكون عم يتميز فيه ويكون هودة زينة كل مؤمن لازم تكون هي هي الأمور يلي هلأ نحنا ذكرناها ورب قالنا من ثماركم يعرفونكم أنكم تلميزي يعني هيدا الثمار هي اللي بتميزنا عن باقي العالم يلي على الأرض ورب قالنا الإيمان من دون أعمال هو ميت يعني أوكي نحنا نلنا أكيد بالإيمان الخلاص بس نحنا علينا نكفى هيدا المسيرة بالأعمال ونكون عم نتغير لنشبه صورة المسيح وقالنا ناظرين إلى رئيس إيماننا ومتممه يسوع المسيح لكينا نحنا لازم نضال دايما نكون عم كل يوم عم نتجدد عم تتجدد هيدا صورة ننشبه ونرتكع أكتر ونشبه يسوع وكل شي يعمله الرب يسوع ونكون يسوع آخر بهذا العالم أوكي منوصل هون والذين هم للمسيح يسوع صلبوا جسدهم بكل ما فيه من أهواء وشهوات كيف هون بغلاطيا بنرجع هوني كمانا لغلاطيا 22 الرسول بورس بقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه فما أحيا الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان بإيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ومين غير الرب يسوع نحن مستحق أنه نعيش كرميله وأصلا هيدا فينا مصلحتنا يعني أنه يكون حدا بصوله يكون نعيش أنه حيات أفضل ومن مجد لمجد ومن ارتفاع لارتفاع ونلنا الفداء ونلنا الخلاص اللي هو تبرير مجاني من خلال محبة الرب لأن هكذا أحب الله العالم ونشوف برومي 6-6 بأننا عالمين هذا لأن إنسانا للعطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كإله نعود نستعبد أيضا للخطيئة لكن نحن علينا كمؤمنين أنه نسلب الجسد نسلب ونسلب ونموت عن زيتنا لا يحيا المسيح فينا أوكي؟ وبقالنا بيختم مربولوس وبقالنا فإذا كنا نحيا بالروح فعلينا أن نسلب طريق الروح أوكي؟ فلا نتكبر ولا يتحدى ولا يحصد بعضنا البعض كيف؟ إذا كنا سالكين بنروح تلقائيا لازم يكون عم نستقع عم نبين هيدا الثمار علينا اللي هي الدجاة نحنا قلناها قبل اللي هي أعظمهم المحبة ولما يكون نحنا فعلا فينا المحبة إذا منروح لأكيد منروح لرسالة بولوس إلى أهر كورانتوس الأسحة للتعش اللي هو بيحكي اسمه نشيد المحبة شي رائع جدا نعرف المحبة شو هي وشو صفاتها وكيف نحنا فعلا نتمطع بهيد المحبة اللي هي الأجابي مثل ما بقولي اللي هي البرفكت يعني أوكي؟ ومنشوف فيها جزء مننا منشوف أنه أنه المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحصد والمحبة لا تتفاخر ولا تتفاخر ولا تتفاخو إلى أخير لكننا إذا فعلا فينا المحبة وثمار الروح مش لازم أنه نتكبر مثل ما إنعوني ولا يتحدى ولا يحصد بعضنا البعض أوكي؟ هكي بطريقة سريعة يعني حكينا عن هيدا الموضوع هلأ أذا بدو يكلمنا بدو يعطينا هكي كم نصيحة أنه نسلك فيها كيف بدنا نكون سالكين دائما بحيات الروح القدو بحيات سالكين دائما بالروح أول نصيحة هي أنه نعرف خطيتنا ونعترف فيها وكيف فينا نعرف خطيتنا الرب إنا تعرفونا الحق والحق يحرركم لكننا ما فينا نعرف خطيانا إلا ما نعرف الحقيقة بس نعرف الحقيقة شو هي منصير نعرف أنه هيدا اللي عم نعمله غلط وبالتالي منعترف فيه ونطوب ولها نبلش حيات جديدة مع الرب تاني الشغلة هي شارك الإخوة ضعفك لكي يسندوك في صلاتهم لكي تتغلب على ضعفك لكننا حلو أنه نشارك بعضنا بهيد الضعف أكيد مع الإنسان يلي هو فعلا بيفهمنا يلي خيلة إلنا بالمسيح بيقدر أنه يسندنا بخلال صلاة وتشجيع على إلنا وكتير أمور وأكيد مرشدنا مرشدنا الروحي يكون لنا مرشد الروحي اللي هو دايما بيتبعنا بالأمور الروحية ثالث شغلة هي قدم جسدك كذبيحة للرب يعني لازم دايما نحن نعرف أنه جسدنا هو ذبيحة للرب إن أقدمه هيدا هو كربان مقبول للرب إنه كان أقدم أدهاننا وجسدنا ذبيحة لله الرابع شغلة امتلق بالمسيح ليظهر فيك محبته أكيد الامتلق بالمسيح مرح يكون إلا من خلال الكلمة كلمته هي إنه نمتلي فيه كلمته لأنه ينصحه الكلمة فلازم دائما نمتلي بالكلمة خيمة شغلة املق ذهنك بالأفكار المقدسة هنا شوية الأمور تشبه بعض املق ذهنك بالأفكار المقدسة السامية بأنه يتغيروا عن أشكالكم بالتجديد أذهانكم ونرجع هنا لكلمة الرب لأنه كلمة الرب هي اللي بتخلينا نغير فكرنا وبس يغير فكرنا تلقائيا رح يغير أسلوبنا وسلوكنا بالحياة سيد الشغلة هي الصوم بالصوم نحن نعرف أنه منصلب الجسد ومنخلي الروح ترتفع عليه لبسير تقدر الروح تتغلب على الجسد الصوم شغلة كمانا كتير ضرورية بأساسية ومهمة سبع شغلة انتظر دائما مجيء الرب والمجد القادم نحن نعرف أنه حياتنا هنا مجرد حياة عابرة لازم نعرف كيف نصدق فيها لنربح الحياة الأبدية مع الرب ونعرف أنه الرب قريب الرب قريب ومجيء رح يكون قريب والمجد رح يجي بمجده وهو أصلا هامل العمل كله ورح يعظم انتصارنا بلا ليه حبنا فهي بتاعتي رجائي كتير كمان نكون منتظرين مجيء الرب ثامن شغلة ضع في فكرك دائما أنك ملك للرب يعني الرب هو اشترينا هو فده هو اشترينا صرنا ملكه لقله بطلنا عايشين لقلنا صرنا عايشين لقله تسع شغلة امتلق بالروح القدس الامتلاء من الروح القدس هاي دي الامتلاء من الروح القدس بتصير بالصلاة الفردية بمخضعك يلي هي من خلال الكلمة تواصلك مع الرب العلاجتك الشخصية معه صلاة لك مع الجماعة يلي هي العباد التصبيح الشكر للرب المناوة لجسد وضم الرب وقراءة الكلمة اكيد هي دائما بتخلينا دائما ممتلئين من الروح القدس وعايش الشغل يلي هي الأخيرة الخدمة انه نكون دائما بجسد المسيح نكون عضاء بداخل جسد بالمسيح ونكون عم نخدم ونساعد بعضنا البعض الخدمة كمان تخلينا نرتقي ونموت عم زادنا كمان اكتر لان الرب انا يلي بده يكون فيكم عظمكم فليكن خادما لكم هاي دي هاي دي كانت المصايح اخر شي رب بيعطينا كلمة تجيه وبيقلنا انه انتو بندوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء يعني هاي دي كل الامور يلي عم نحكي فيها نحنا ما رح نقدر نعملها بس قالنا مرهول سبو لا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وقالنا الرب لا بالكوة لا بالقدرة بل بروحك قال ربي لك انا بقوة الرب وبالروح يلي ساكني فينا نحنا رح نستطيع انه نكون بقوة وعم نسلك هاي دي العمل من دون الله ما رح نقدر نعمل شيء رح نفشل اكيد انه رح نفشل اوكي لابن نتذكر انه نحنا منتصرين وانه الرب الهنا هو انتصر واتمم العمل كله اتم العمل كله فكل كل اللي لازم نعمل انه نكون بس سبتين فيه يعني هي عملية ثابت الرب انه انثبتتم فيها واثبت انا فيكم كل شيء بتطلبوه بكون لالكن والرب بقلنا انه بقلنا اخر شيء كفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب نشكرك يا رب على كلمتاكم بطلب منك ونصلي يا رب انك تثبتنا فيك ونكون فعلا شهود لالك ونور بهيضا ليلة مشكركم ورب يبرككم